اشتركوا في القناة وعشرين من شهر ابريل الفين وتسعة عشر الامر الملكي السامي بتثبيت جنسية خمسمائة وواحد وخمسين محكوما صدرت بحقهم احكام باسقاط الجنسية تطبيقا لما نصت عليه المادة اربع وعشرون مكرر من القانون رقم ثمانية وخمسين لسنة الفين وست بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية وقد جاء هذا الامر الملكي السامي استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة ما يؤكد حرص واهتمام جلالته على منح ابناء الوطن الفرصة للمراجعة وتصويب سلوكهم فهذا التوجيه الملكي الانساني النبيل يجسد الالفة والتماسك المتين بين جلالة الملك المفدى وشعبه المخلص الامين لتخطو مملكة البحرين بعزم لا يلين نحو التطوير والبناء للحفاظ على مكتسبات الوطن وليستلهم كل مواطن بحريني معاني هذا الصفح الملكي وأن يحرص عليه ويسعى إلى الحفاظ على مكتسباته وأن يساهم بفاعلية في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وفي هذا السياق فإن توجيهات الملكية السامية جاءت لتراعي المصلحة الوطنية العليا وأنهوض بحس المسؤولية حتى نسمو بوطننا ونزرع في مجتمعنا القيم النبيلة القائمة على روح التسامح والمحبة والمواطنة الصالحة واحترام القانون وتعزيز الولاء والانتماء لقيادة جلالة البلك المفدى وتنفيذا للأمر الملكي السامي فقد قامت وزارة الداخلية بشروع بإجراءات تثبيت الجنسية من خلال فريق عمل مشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هذا وقد تم نشر قائمة الأسماء التي شملها الأمر الملكي السامي بتثبيت الجنسية على موقعي وكالة أنباء البحرين ومركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر